موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد السؤال التالي بالنسبة لمن يعمل الأعمال الشاقة وفي جو الحرم والصيف القائد صائم يعمل تحت الشمس بأعمال مجهدة كالبناء مثلا ويعاني من العطس الشديد فهل يرخص له بالإفطار أم لا يرخص شاعت هكذا أن الناس يعملون وتحت الشمس ويجوز له الإفطار ويفطرون الجواب إذا غلب عليه العطش وخاف الضرر على نفسه أصبح الصوم حرجيا عليه لا يحتمل جاز أن يشرب قليلا من الماء بمقدار الضرورة وأن لا يزيد على مقدار الضرورة حسب الفتوى بالاحتياط الوجوبي لكن مع ذلك عليه الإمساك باقي النهار تأدبا احتراما لشهر ثم يقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان حسب ما نصت عليه المسألة 1015 و1030 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته